خطة لإنعاش الاقتصاد يكشف عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس شدد خلال كلمته بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجلوسه على العرش أن التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ستكون قاسية بالرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من أثارها لأجل ذلك تم وضع خطة لمواجهة آثار الوباء تتمثل في ضخ 120 مليار درهم مغربي أي ما يفوق 12 مليار دولار وذلك في إطار مساعي إنعاش الاقتصاد وهو رقم يعادل 11% من الناتج الوطني يضاف إلى ذلك إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي يهدف لدعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص مع توفير التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة ولم يخفي ملك المغرب أن تفشي وباء كورونا أظهر مجموعة من النقائص خاصة في المجال الاجتماعي وبالتحديد لدى الفئات الأكثر هشاشة وتشير بيانات رسمية إلى أن الاقتصاد المغربي سيعاني حالة من الركود تتجاوز 5% بسبب تداعيات تفشي الفيروس وتأثير الجفاف على المجال الفلاحي وهو ركود يعد الأشد من نوعه منذ تسعينيات القرن الماضي ترجمة نانسي قنقر